السؤال مهم جدا ودايما كل طالب في كلية التمريد بيسأل السؤال ده السؤال بيقول لو سمحت انا عايز اعرف اعمل زمالات النساء والتوليد دي فين بالزبط وقال هي موجودة اساسا ولا تلغت السلام عليكم شبابنا عاملين يا رب تكونوا مخير معاكم زياد الحسري وفيديو دي لو انت لسه او مرة تفرج عليها بتنساش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة عشان تنضمن العيلة بتاعين الفيديو بتاع النهاردة هو الفيديو بتاعكم انتو انتو اللي اخترتوه انتو اللي طلبتو من الفيديو ده فيديو Q&A او فيديو اسئلة او فيديو دردشة بتكلم فيه مع بعض كده عن الحاجات اللي انتو سألتوها لي وان شاء الله عملت الفيديو ده عشان اجوب فيها على كل حاجة انتو سألتوها بس قبل اي حاجة كده يعني انا بوصيك او بطلب بينك طلبي يعني حاجة هي في مصلحتك اولا ان انا عسيب لك حوالي تقريبا اربع او خمس فيديوهات كده في الاسكريبشن تحت لازم تفرج عليهم بانهم يومين جدا وايفيدون جدا فعشان كده لازم تفرج عليهم يلا بينا بغير كلام كتير نشوف محتوي الفيديو بتاعنا النهاردة والحاجات اللي انتو سألتو هذه تعالى مع بعض كده نشوف محتوي الفيديو بتاعنا النهاردة لان معانا اسألة كتير جدا نحاول كده يعني النهاردة ان شاء الله نغطي اكبر قدر من اسئلة معانا فادي مايكل بيقول انا فادي من قليل طنبيل جامعة اسكندرية بس انا في فيديوهات حضرتك جدا وبشكرك على الموجود والتشجيل اللي بتدهولنا بتمنى انك تكمل معانا بيسأل بيقول كنت محتاجة اعرف بالنسبة للشغل انا كفرقة اولى لسه انزل تدريب امتى ولا بلاش ولا استمنا في سنة تانية تاني حاجة بيقول النصيحة اللي يهتم بها الفترة دي يا فادي يعني تسلم بجده على كل كلمة قلتها في الكومنت بتاعك بجده اشكرك اجوب بقى على السؤال بتاعك انت لسه سنة اولى مش عارفت تشتغل ولا مشتغلتش حبيت عرفك وقولك ان يعني في مستشفيات بتقبل لاس من سنة اولى بس انا شاف الموضوع مش هيكون مفيد ليك بداين كده مش كل المستشفيات في يعني عالك المستشفيات الخاصة بس عالتهم مش كبير وده الجد ان ما بتلاقي حد عايز حد من سنة اولى انهم بيدربوك وكده فهم عايزين حد جاهز افضل بس لو انت عايز نصيحتي يعني يفضل لك تنزل شغل من سنة تانية افضل عشان تكون اخدت بروسجارات بالتالة سنة اولى كلها وبتالة سنة تانية كلها لقلك لو نزلت بحاجة سنة اولى هتروح تقسف ضغط بس او تدي انزكشن او حان فالموضوع هتلاقي مش لطيف شوي التاني حاجة فادي بيسألها بيقول ايه النصيحة اللي يهتم بها الفترة دي احب اقولك يا عم فادي ترجم كتير انا قلت كده قبل كده كتير وقلت فيديوهات تانية برضو قبل كده ترجم كتير جدا جدا ونصدقني هترتاح يجي لي سؤال تاني معانا من اية بتقول انا برضو في حاجات كتير متركمة علي ومش عارف انوزم وقت يخلص وبطيئة جدا في المذاكرة لاني كنت بترجم كلمة كلمة المفروض اعمل ايه لاني خلاص معتش فيه وقت قلنا تمريد جامعة المنصورة ودائم كده انا يعني براحب بك اية وبكل يعني يا حباب ده تمريد المنصورة بس معلش انا عندي كومنت صغير كده انت غلطي في حاجة انت بتقول ان خلاص معاتش فيه وقت لا بالعكس ازاي ما معاتش فيه وقت حنسى في نص 11 في نص 11 يعني اللي ما اذاكرش ممكن اذاكر من تاني الامتحانات في شهر واحد يعني لسه زي اللي راح يعتبر يعني فما تقوليش كلمة معاتش فيه وقت لانك لو حطيت الكلمة دي في دماغك هيكون عندك زي تفكير سلبي كده ان انا خلاص مش هقدر علحق مش هقدر اكمل لا بالعكس وضاء والله بسيط خالص ولسه قد اللي راح فعشان كده بقولك يعني لازم توقف وقفها مع نفسك كده هتشوفي انا عايزة ايه من الكلاه بالزبط انا عايزة اجيب تأدير انا عايزة اتفوق عايزة اجيب الامتياز وتبداية تشدي نفسك شوية وتبداية يدوسي في المذاكرة لما ان في حاجات متراكمة عليكي ايه الحاجة المناسبة او ايه الحاجة المفروض انك تعمليها وفي حاجة متراكمة عليكي اهم حاجة في الوقت ده انك توصبي على مذاكرك الجديد ولو القديم مش هقولك تسيبيه بس اهم حاجة بس يعني نلحق الجديد نلحق الجديد عشان ما يتراكمش علينا لكن القديم بوعدك ان شاء الله باسرارك انت وعزمتك ويعني وغيرتك على مصلحتك ان شاء الله هتلميه هتلميه باي طريقة بقى سواء يعني قبل متر ما مش عارفت كنت انت حنتيه ولا لأ حتى في كمان بس ان شاء الله كده كده هتلميه ممكن مسلا لو انت بذكر حاجة من جديد تاخدي صفحة او صفحتي من جزء القديم بعدها الامر تمشي معاك تاخدي محاضر او اتنين من القديم ومكده ان شاء الله ما فيش اي حاجة تكون متراكم عليك اخد بالك اهم حاجة ما تحطوش في دماغك اني معاتي في بقت لا بالعكس لسه بادري خالص على الامتحانات السؤال كمان من اه نادة خالد بتقول ازاي نذاكر المادة اساسيات التمريد بالنسبة للنظري وبالنسبة لنظام المتحان بيجي ازاي? اه بلص هو انا ينفع لكون دكتور التخدير من كله التمريد طيب تمام اردل بس على الجزء الاول من سؤالك اللي هو ازاي نذاكر اساسيات التمريد في فيديو كده هسيب في تحت شرحتي فيه يعني مادة اساسيات التمريد فده لازم تشوف فيها ما يفوت كيش. نيجي لتانية مقطع معانا او تاني جزء بس سؤال معانا ازاي او نظام الامتحان بيجي ازاي? احبت ارمانكم ان شاء الله ما تجدقيش من المضاء ده بازن اللي ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن نظام الامتحان خصوصا في المتر لان سؤالات تكرر معها كتير. الحاجة التالتة واللي برضو بتسأل كتير جدا ينفع اكون دكتور التخدير من كله التمريد? الاجابة ايوة ينفع طيب ينفع ازاي? مبدان كده عشان في الناس بتدور على لقب دكتور وكده فانت في القلب بتعمل ماجستير تانية حاجة تعمل دكتورة. فكده كده اصلا لقب دكتور ده ده معاك. الحاجة التانية اللي ممكن اعمالها هي دبلوم التخدير. يبقى انت دكتور التخدير وبتخدر الحالات كمان في المستشفيات. السؤال كمان معانا من ايوة قلتاوي بتقول انا اسم ايا من كله التمريد جامعة المنوفية بحب اشكر حالاتك جدا على دعمك لينا. وكنت عايزة تعمل لنا فيدي وعلى امتحانات المتر من نظامها ايه وكمان عايزة اعرف من حياتك ازاي زاكر ومنساش وشكرا شكرا يا ايا عن المسيج بتاعتك واهلا بيك وكل يعني اخواتنا في جامعة المنوفية. ازاي ما قلت قبل كده في السؤال اللي فات الفيديو جاي ان شاء الله بازن الله عن امتحانات المتر وازاي هجو فيها والاسفلة بتكون ازاي وتوزيها الدرجات فان شاء الله كده الفيديو حلو باستنيني. اما بالنسبة للجزء التاني من السؤال ازاي زاكر ومنساش انا زي ما قلت كده في اول الف فيديو سايب كده يعني حوالي اربع خمس فيديوهات لازم تشوفيهم عن طريقة المذكرة وازاي ما نساش وببرة والقلم فلازم دول تشوفيهم برضو. السؤال تاني من كريوتيف هيومن بيقول المتر من سنة اولى بنمتحن المواد ايه بالزبط? السؤال غريب شوية بس انت تمتحن كل المواد هنتمو في السيولوجي بارا على حسب مواد اللي عندك تمتحن في كله. بنيجي سؤال تاني من احمد سامح بيقول لو انا عملت دكتوراه في الاطفال قدر افتح يادة ولا نسا بتوارد بس طيب يا عم احمد يعني لأ كله التمريد بتكون او بتفتح حيات نسا وتوليد بس بعد الزمانة طبعا. لكن لو انت عملت دكتوراه في الاطفال انت ممتح لك حاجات كتير جدا يعني لكن العيادة خاصة بنسا وتوليد بس. وعشان برضو لو حد حاب يستفسر عن الدكتوراه في الاطفال انت ممكن تتعاين مصص جماعة في الجمعة بتاعتك او تمسك في المستشفى. السؤال مهم جدا ودايما كل طالب في كله التمريد بيسأل السؤال ده. السؤال بيقول لو سمحت انا عايز اعرف اعمل زمانات النسا والتوليد دي فين بالزبط. وقال هي موجودة اساسا ولا تلغت. حدرتك قلت انها صعب شوية في مصر فممكن اعرف اعملها فين ضروري لارجو الرد. لمسأل السؤال اسراء هات. تمام. بصو يا اسراء. اه في حاجات كتير في مصر يعني متاحة وحاجات كتير مش متاحة. برضو زي ما في حاجات كتير مش متاحة في مصر في حاجات كتير صعبة تتعامل في مصر. حاجة زي زمانات النسا والتوليد ده فان زي ما قلت لك هي صعبة جدا لتعامل في مصر. ما داشت اقول لت لغت لان ما بيش حاجة رسمية تقول لك من هي تلغت او ما تلغتش. انا قلت ان برا مصر حاجات كتيرة جدا ممكن تتفتح لك. من اول زملات دبلومات دكتوراه حاجات كتيرة جدا لو انت سفرت. كل الفكرة او كل الحاجة اللي عايز اوصلها لك ان لو لو انت سفرتي او لو انت كتلابك قليل طمويل سفرت برا. هيتفتح لها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ممكن انت لو شايف ان زمانات النسا والتوليد دي حاجة توقب قوي في بلدك ان شاء الله من السفر برا تعرف ان انت شيء عادي ممكن تصرف النظر عن موضوع الزمانات ده اصلا. لانك هتشوف يعني دوني برا عامل ازاي والسفر حياته عامل ازاي والشغل برا عامل ازاي. فان نصيحة بتاعتي ليك انك لو لقيت اي فرصة للسفر ليك في اي دولة برا. انا بقول لك وانت مغمد حينك ما تتردتش خالص وتوقع على الله وسافر. سدقني والله هتلاقي حاجات كتيرة جدا مفتوحة لك وحاجات كتيرة هتفيدك جدا في موضوع السفر. سؤال من اسماء بيقول ازاي احفز اسماء العظام والمفاصل اللي موجودة في المادة الاناتومي. طيب الحاجات دي انتي لازم تشتغل نفسك فيها هي بتيجي بالتكرار. الموضوع مش صعب على حاجة بس حاولت كتير بخط ايديك كتير. وتكرر لأسام العظام. سواء تبقى ده يعني فمر قالنا ريديس. الحاجات دي بتيجي بالتكرار. زي بالزبط سنوية عامة كده الكعبرة ولوح الكتف بالسناد والحاجات دي كلها جت بالتكرار او بالحبز. حاجات دي اساسية ومهمة جدا فعشان كده لاز تاني من شوقي بيقول انا براكم حاجات عليا وبغيب في المذاكرة انا في كلية التمريد. طيب يا شوقي انت يعني تعطيبك جابت على نفسك. الاجابة معاك انت. يعني انت لازم تشتغل على نفسك كويس جدا ودوس على نفسك. هتقول ازاي? اقول لك تلجن كتير جدا 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 جدا. واكتب بخط يدك على قد ما تقدر. وزي ما قلت قبل كده في سؤال فات يعني ركز في الجديد دلوقتي والقديم صدقني واحدة واحدة هيجي مع الوقت. تشتغل على نفسك واكتهد ودوس على نفسك و ان شاء الله هتلاقي نتيجة بعدين. ما تكسلش يا شوقي. ترجم اكتب بخط ايدك ان شاء الله خير. سؤال من تسنيم فاتحي بتقول هل ينفع ان اشتغل بعد سنة اولا كلية التمريد في الاجازة ولو ينفع نظام الشيء يقع عامل ازاي? انا جاوبت على السؤال ده في بداية الفيديو لتسنيم بس لو انت حابة تعرفين نظام الشيء يقع عامل ازاي بيكون صعب شويتين خصوصا لو انت اشتغلت من سنة تانية في هيكون صعب يعني واحد يتبهدل شوية في المستشفيات والش سنة اولى سنة تانية اما تنزيل التدريب بتالك اللي يبتعك